من طراض يعني أو بنسبة كم عن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مزام الشرع بخصوص الوصاية والولاية نعم هو الحقيقة قانون الأحوال الشخصية رغم أنه منصوص في ديباجته أنه مستمد كامل كامل في قواعده الموضوعية من الشرع الإسلامية إلا أنه لم يفعل ذلك وفقاً للمنهج العام في الشرع الإسلامي بمعنى أنه ينبغي أن تأخذ أحكام قانون الأحوال الشخصية من مجموع المزام الفقهية مزام أهل السنة والجماعة فنستفيد برأي أبو حنيفة وبالمالك والشفعي وأحمد المحنبل بينهم خلافات كبيرة؟ في بعض الأمور فيها آراء متبينة يعني المزام الحنفي مثلا صنع صنيعاً في قانون الأحوال الشخصية هو السبب في كل الزيجات السرية والزواج العرفي وغيره وغيره دون قصد لأنه صدر في وقت كانت الثقة موجودة في المسلم أنه ما راعش المستقبل بأنه إيجي زمن تختلي فيه الثقة فيتزوج الشباب بورقة ولا يتزوجه سراً أو كذا أو كذا أنت ليه خانق الشباب دائماً يا دكتور أنا مش خانقهم ما يقوله مذهب حنفي يتجوز فيه عايز أحافظ على عفتهم وحصانتهم وكرامة هذا العقد العظيم اللي ربنا سميه بالمساق الغليز عنده سردك أنا حنفي المذهب في هذا فهم الحرج عليه اللي هو مين الشاب أو الشابة لما يتجوزوا الوقت فيه أمور إيه في الزواج لا لا أنا أخذ بمذهب مش فيه مذهب بيقول هذا الكلام نعم طيب لماذا تنكروا عليه سبق وكلنا وذلك دايماً أنا بكرر الحكاية دي مع حضرتك في الحلقات المختلفة أنه يجب على من يزر الحكم على الأمر أن يلم بمنهج الشريعة في ترجيح الأراء عند تعددها وعند تعارضها إحنا عندنا أراء متعارضة في الأحوال الشخصية فأنا أختار عشوائياً آه بمعلم مزاجي أيوة دي وجهة نظر بغشارع كله شارع بالظبط لا فيه دوابط لذلك اتفق علي الفقهاء أنه لا يرجح رأي لمذهب على رأي آخر إلا بضوابط معينة تبلغ هذه الضوابط في بعض كتب أصول الفقهة ربعتاشر ضوابط الله أكبر الرأي الذي يستند إلى الكرآن غير الرأي الذي يستند إلى السنة فقط الرأي الذي يستند إلى السنة أعظم من الذي يستند إلى الإجماع الرأي الذي يستند إلى العقل يؤخر عن الرأي الذي فيه إجماع وتفاصيل كثيرة يعني لا يكفي أن أنا أقول مثلاً هاخذ بمذهب أبو حنيفة في الزواج أو الطلاق بالسن مثلاً لا يكفي عليك في هذا المذهب جميل أبو حنيفة أعمل عقله في هذا يعني مجرد ضرب المثل لو أنا لدي فقيف القانون المدني ذلك هو أمر مثل دنيوي واحد زي الدكتور عبد الرزاق السنور رحمة الله عليه هو وضع القانون المدني في كثير من النارات العربية ومصر من بينها وكان العلم فقيها في الشرع الإسلامي عليه رحمة الله له كتب في الفقه الإسلامي وله الرسالة في نظرية الخلافة كثير من الدستورين عيال عليه طبعا هذا الرجل عندما يكون له رأي وأنا وجدت كتابا لفقيف القانون المدني معاصر وذكر كلاما يخالف رأي السنوري أحترم هذا الرأي المخالف وأذكره بس على خجل وأقول والراجح لدي هو رأي الدكتور السنوري لأنه مش سند إلى الأدلة كيت وكيت 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 أما الرأي السنف لا احترامه لكنه لا يقوى على مواجهة رأي السنوري وده الشرع الإسلامي عندك جمهور يعني هذاك من أنصر تنقية التراث بأمين بعض الأراء الشاذة أو البعيدة وعدم إطلاق اليد في الأغزة بأي رأيه ولو كان ضعيفا ده ما ينفعش وإن قلب هذا أحد العلماء أو أحد الناس المنسوبين للشرع الإسلامي صحيح فيه ناس كتير بتقولك ليه تعمل عليك وصاية موجودة؟ نعم وصاية وصاية لا يا سيد الفاضل فيه وصاية هل أنا لا أخضع لوصاية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا بلى هل أخضع له؟ طب أنا كده فيه وصاية إنه ملتزم بآراء النبي صلى الله عليه وسلم هل دعيب؟ لا طيب هو عايزني بقى الوصاية معناه إيه؟ وده أمر إحنا انتقدناه كثيرا أنا لو جبت رأيي مثلا مرجوح لا يتسن لك مسلم أن أأخذ هذا الرأي جميل جميل هل كل ما كتب في الفقه الإسلامي راجحا بحيث يعمم ولا ينظر إليه باعتباره رأي وليس على درجة من القوة تقنعني بأنه أفضل من رأي الجمهور والإجماع مثال الورد في كتب الأحناف إنه هم حددوا أمر معين وده الفقهاء كلهم نقضوا جمهور الفقهاء حتى من يقول بالوصاية ذكر ذلك حتى نعطيه حقه الجمهور الفقهاء بيقولوا كله مسكر خمر حلو؟ وأي كمية من الخمر حرام ليه؟ قالوا عندنا حديثين الرسول صلى الله عليه وسلم قال كله مسكر الخمر وكله خمر الحرام حلو؟ الحديث الثاني ما أذكر قليله فقليله وكثيره حرام ما أذكر كثيره ولا قليل كثيره ما أذكر قليله قليله والقليل لا يذكر أصلا ما هو حتى شوف أنت قلت الإجابة رغم أنه قليل ولا يذكر لكنه من مادة فالنقطة زي الجردن خب بل حضرتك؟ طيب الإمامة وحنيفة له رأيي وإن كان يعني رأيي ربما له مبرره قال يا جماعة أنا متفق مع جمهور الفقهاء في نوع واحد من الخمر وهو خمر النبيز وبيسموه الخمر العنبي يعني المعصور من العنب أما ما عدا ذلك من أنواع الخمور فقيد لتحريمه والكلام ده موجود في بعض كتب الأحناف لا تبدأ حرمة السائل إلا عند غياب العقل القدر المسكري طيب يبقى اللي قبله بقى أنه لسه مصحصح وكويس يعني عنده العنب والتمر يعني غير العنب في خمر الطمر خمر الشعير ده يكونوا موجودين عنده التحريم يبدأ من حد الإسكار من حد الإسكار طيب وقبل حد الإسكار طيب ما نخليني حنفيين المذهب طيب كمير ما فيها اللي الكلام ده تقل اللي حضرك بتقوله طيب وما فاجينا نقول إيه يا جماعة الإمامة وحنيفة إذا ذكر ذلك فيه وقت معين ولم يكن فيه معروفا إلا التلات مواد دول ده حيؤدي إلى أنه كثير من الأمور يعني مثلا ما عليش في التعبير البيرة دي كمادة موجودة في السوق فيها نسبة من الكحول الواحد ما يتغيرش عقله ويبدأ كده في التخريف قبل إذا السن ثلاثة يبقى نص كباية زي إذا السن ثلاثة ده عنده جمهور الفقهاء عنده أبو حنيفة لا عنده أبو حنيفة لا طيب ما نبقى حنا فيه مذهب طيب جميل طيب أنا عايزك تديني آلية لتطبيق هذا الأمر إذا كان قد ورد في كتب الأحناف إزاي الآلية هنعمل جرس على الإزازة بحيث إنه طول ما أنت بتشرب بتشرب ولسه ما سكرتش أنت ماشي صح أول ما توصل للشرطة اللي هي بتسكر يقوم الجرس الضاري بتقوم تبطل لا هو عارف ما يرنفسه بقى حدث يعني هياخد كاس كاسي هل هو ما يرضى موحد ولا بيختلف من شخص لآخر طيب إذا ما أقدرش أحط ضابط زي ده عندي وبالتالي أنا أنا مرتكن لفتوى أبو حنيفة دعم هذا علم جليل جميل أبو حنيفة مذهب وعنده تلت مذايب أخرى وحاديث واضحة في كل الخمر قليله وكثيره والمعروف وغير المعروف ويتبحيش دخل في المستقبل كله مشكر الخشخاش دخل والقنب دخل وقاله والبتع لما ظهر في اليمن قليل البتع والترامى دول والبتع بيمضوه حاجة في اليمن القات كل المواد دي دخلها في حديث الرسول كله مسكر خمر معنى مسكر يعني إيه مضيع للعقل أي أن كان اسمه يعني النهاردة أو بشمه كله وكله بضع لقم الحروب أيوة أيوة يا باشا الماكستونفورت الترامادول الألفا كامفين مش دي كلها مواد مسكرة تعرف الحاجة جد من إيه يا دكتور من العلم من العلم هو أنا جايبها من الشارع من الجرائط من البحطات نعم مش أغل بالك وتقالت وتقالت وحجة من يتذرع بالمذهب الحنفي مرضود هذا الكلام مرضود عليك طبعا نقول له يا فلان أنت ليه أهملت رأي الجمهور أبو الحاجة لا هو لم يهمل هذا موجود وهذا موجود حضرتك تأخذ بالسيادتك تأخذ بالسيادتك تأخذ بالسيادتك العقل يقول يا دكتور محمد الطعام ده مكتوب عليه إنه حلال مية في المية والطعام ده فيه شبهة حرام زي مثلا اللحمة قدامك ومتش قادر تتيقن هل هي لحم بقري ولا فيها شحوم خنزين الأولى إيه مش اختلافهم رحمة دكتور جميل اختلافهم رحمة عندما تتساوى الآراء ولا يكون هناك رأي أرجح من الثاني فلما يقول الإمام أبو حنيفة يقول إنه لمس المرأة مطلق لمس المرأة بلا حائل ينقض الوضوء الإمام الشافعي قال إنه إذا كان بشاهوة مثلا قيدنا ففي عندنا أمرين وكل واحد رتب وبالتالي أجوز أسلم على ستة الأجنبية ولا مسلمش ده له حديث وده له حديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داره طب يعني إذا اللي أتنكر على هذا ولا ذاك اللي ياخد ده ماشي واللي ياخد ده ماشي لا أنكر إذا كان دليل أحد الأراء أقوى من الآخر وإذا أخذت بحكم في مذهب فأكمل جميع الأمور في المذهب وحداك كانت جيب عظيم بتعرف فقط المرأة أبو حنيفة وإن أمت القدس الوضوء عمل إيه في الوضوء عمل إيه أبو حنيفة المطلق القدس لا لا يؤدي الإنسان فرض في الوضوء وهو مسح الرأس إلا إذا مسح نصف الرأس أو غسله كمان خفف في حتة وزود في حتة تعالى على الإمام الشافح لما تشدد وقال إن لمس المطلق للزوجة أو للمرة الأجنبية ينقض الوضوء عمل مسح الرأس إيه المسح ولو لشعرة من الرأس بالطبعيد ومسح برؤوسكم بالطبعيد ولو ببعض الرأس شفت ففيه توازن ما تقدرش تأخذ المسألة بقلت المنهج يخلينا نرتاح في إطلاق الأحكام